كلية العلوم الشرعية والعربية مادة العقيدة الفرقة الأولى من كتاب البداية في العقيدة شرح فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فما زلنا في شرح كتاب البداية في العقيدة الباب الرابع الإيمان بالرسل الضابط الرابع الإيمان بتفاضل الرسل وأن أفضلهم أولو العزم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم الشرح أجمع العلماء على أن الأنبياء والمرسلين متفاضلون فيما بينهم فقد قال ربنا تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فذل ذلك على أن الله عز وجل فضل بعض الرسل على بعض وأفضل الرسل هم أولو العزم وأولو العزم من الرسل خمسة وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَ بِنْ مَرْيَمْ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا فهؤلاء هم أولو العزم من الرسل أخذ الله عز وجل عليهم الميثاق الغليظ وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم فمن فضائل النبي عليه الصلاة والسلام ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمة أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة وكذلك مما يدل على أن أفضله ومحمد صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وسلم ومما يفضل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة وروا مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد فهذا الحديث يدل على أن الذين آمنوا مع النبي عليه الصلاة والسلام من أمته أكثر ممن آمن مع الرسل والأنبياء السابقين ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو أفضل الرسل ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفى بأبه وأمي صلى الله عليه وسلم ومن فضائل إبراهيم عليه السلام وهو من أولو العزم من الرسل أنه خليل الرحمن لم يشاركه في الخلة إلا محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ثانيا قد جعله الله إماما للناس يقتدون به ويهتدون بهديه قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين ثالثا قد أجر الله عز وجل على يديه بناء البيت الحرام هو ابنه إسماعيل قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل رب لا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وكذلك من فضائل إبراهيم عليه السلام أنه أن الله عز وجل أمر باتخاذ مقامه مصلى وهو الحجر الذي قام عليه أثناء بناء الكعبة فعلمت قدماه الشريفتان في الحجر قال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ومن فضاء النبي إبراهيم عليه السلام أن الله حصر النبوة والكتاب من بعده في ذريته فلا يأتي نبي ولا رسول بعد إبراهيم عليه السلام إلا من ذريته قال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ومن فضائل إبراهيم عليه السلام ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم محشرون حفاتا عراتا غرلا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ثم قال عليه الصلاة والسلام وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام وقد جمع الله له منزلتين عظيمتين في كتابه فقال واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا فجمع له بين الصديقية والنبوة عليه الصلاة والسلام ننتقل إلى نبي الله نوح عليه السلام فقد جاهد قومه جهادا عظيما ورزقه الله عز وجل الصبر عليهم حيث ظل يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا قال تعالى قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ونوح عليه السلام قد مد الله عز وجل في عمره طويلا قيل بأنه أوتي النبوة وعمره أربعون عاما وقيل أربعمائة عام وقيل غير ذلك ثم لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله فلما أغرق الله البلاد عاش بعد الطفان زمنا أيضا فهذا كله عمر نوح عليه السلام ولذلك يضرب به المثل في طول العمر قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون أما نبي الله موسى عليه السلام فهو كليم الله تبارك وتعالى قال تعالى وكلم الله موسى تكليما وقال سبحانه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ومن فضائله عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل آتاه تسع معجزات قال تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا وقال تعالى عن بعض معجزاته وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فهذه معجزة اليد يضع يده في جيبه فيخرجها تخرج بيضاء تتلألأ كالقمر ثم يدخلها مرة أخرى فتخرج كما كانت أما المعجزة الشهيرة لموسى عليه السلام فهي معجزة العصى قال تعالى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى لما ألقى العصى انقلبت حية عظيمة قيل بأنها كانت تضع فكها الأسفل تحت الجبل وفكها الأعلى فوق الجبل وتبتلع الصخرة فكانت حية ضخمة عظيمة لم يرى مثلها قط أما نبي الله عيسى عليه السلام فقد اختص من بين سائر الخلق بأنه ولد لأم من غير أب أي فأرسل الله جبريل عليه السلام فنفخ في درع جيب مريم عليه السلام فحملت بعيسى ومن فضائله أنه تكلم في المهدي وقال كلاما أعجز الفصحاء والبلغاء قال تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا الضابط الخامس معجزات الأنبياء أشهرها ثمانية الأولى السفينة لنوح عليه السلام الثانية الناقة لصالح عليه السلام الثالثة إلانة الحديد وتسبيح الجبال والطير مع داود عليه السلام الرابعة تسخير الريح والطير والجن لسليمان عليه السلام الخامسة عدم الاحتراق بالنار لإبراهيم عليه السلام السادسة العصى واليد لموسى عليه السلام السابعة إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله لعيسى عليه السلام الثامنة القرآن الكريم والإسراء والمعراج وانشقاق القمر وغيرها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أولا السفينة لنوح عليه السلام نتكلم عن السفينة حيث أن الله عز وجل أرسل نوح عليه السلام وظل في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم بكل وسائل الدعوة ليلا ونهارا سرا وجهارا فآمن معه عدد قليل ولم يؤمن معه بقية قومه بل كانوا يوصون أولادهم قبل موتهم بأن لا يؤمنوا بنوح عليه السلام فلما زاد كفرهم وعلادهم دعا نوح عليه السلام عليهم فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا أي رب لا تجعل أحدا من الكافرين يدور على هذه الأرض ويدب عليها فاستجاب الله عز وجل دعوته وأمره ببناء السفينة صنع السفينة وقال بعض العلماء كقتادة رحمه الله كان طول السفينة ثلاثمائة ذراع في عرض خمسين ذراعا ورؤي عن ابن عباس أن السفينة كانت ثلاث طبقات كل واحدة عشرة أذرع فالسفلة للدواب والوحوش والوسطى للناس والعليا للطيور وكان بابها في عرضها ولها غطاء من فوقها مطبق عليها وقال تعالى عن نوح عليه السلام قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا أي بأمرنا لك وبمرأة منا لصنعتك لها ومشاهدتنا لذلك ثم أعطاه الله عز وجل علامة على بداية الطفان فيحمل من كل زوجين اثنين يحمل من كل شيء ذكر وأنثى ويحمل من اللباتات والطيور ونحو ذلك وهذه العلامة أن يظهر الماء من التنور وهو الذي يخبز فيه الخبز قال تعالى فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون حمل معه في كل زوجين اثنين إلا من سبق عليه القول من أهله وهو ولده يام ومرأته فهذا انهلك مع من هلك أن نوح عليه السلام كان له أولاد يافث وحام ويام وسام نجو الثلاثة وأغرق يام وقيل بأن سام بعد ذلك جاءت العرب من ذريته وحام جاء من ذريته الحبشة ويافث جاء من ذريته الروم ويدل على ذلك مراه الحاكم وصحه وفقه الذهبي عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم أما السفينة فركبوا فيها وانطلقوا وبدأت الماء ينزل من السماء أمطارا كأفواه القرب وفتحت الأرض أفواهها فأخرجت عيونا من الماء فالتقى الماء على أمر قد قدر الله عز وجل قدر أن تمتلئ الأرض كلها بالماء وأن يهلك كل من عليها إلا ما كان في السفينة مع نوح فقط وقيل بأن السفينة ظلت مئة وخمسين يوما ثم استقرت على الجودي هذا الجبل الجودي استقرت عليه شهرا ثم نزل نوح عليه السلام ومن معه لعمارة الحياة مرة أخرى فكانت هذه السفينة معجزة عظيمة لنوح عليه السلام حيث أغرق الله كل من على الأرض بدعوة نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ذيارا ولم يبقى معه إلا هؤلاء الثمانين الذين آمنوا معه حملهم معه في السفينة ونزلوا فعمروا الأرض بقدرة الله تبارك وتعالى ثانيا من المعجزات الناقة لصالح وقد ذكر المفسرون أن ثمود قبيل الثمود اجتمعوا يوما في ناديهم فجاءهم رسول الله صالح عليه السلام فدعاهم إلى الله تعالى وذكرهم وحذرهم ووعظهم وأمرهم فقالوا له إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة وأشاروا إلى صخرة عظيمة هناك ناقة من صفتها كيت وكيت وذكروا له أوصافا وتعنتوا فيها جدا ونريدها عشراء وطويلة وكذا إن فعلت ذلك آمنا لك وقد كان هذا السؤال منهم سؤال تعديز لصالح عليه السلام فقال لهم نبي الله صالح عليه السلام أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سألتم عنه أكنتم تؤمنون بي وتصدقوني؟ قالوا نعم فأخذ عليهم العهود والمواثيق على ذلك ثم قام إلى مصلاه يصلي لله جل وعلا ثم دعا ربه عز وجل أن يجيبهم إلى ما طلبوا فأمر الله عز وجل تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة عشراء على الوجه الذي طلبوا فرأوا أمرا عظيما وناقة هائلة كبيرة وقدرة باهرة ودليلا قاطعا وبرهانا صاطعا فآمن كثير منهم وآمن رئيسهم الذي يدعى جندع بن عمر بن مخلاه ابن لبيت وبقية أشرافهم وعدد كثير منهم لم يؤمن عنادا فلما رأوا منهم ذلك رأى منهم ذلك دعاهم إلى الإيمان بالله جل وعلا جميعا قال تعالى عنهم فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال تعالى لما خرجت الناقة قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم لما ظهرت الناقة قال لهم لبيهم صالح قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم وظلت الناقة بين أظهرهم ترعى حيث شاءت من أرضهم وترد الماء يوما بعد يوم وكانت إذا وردت الماء تشرب ماء البئر يوم هذلك فكانوا في يومهم يأخذون الماء الذي يكفيهم يومين وكانت تخرج لبنا لهم يكفي القبيلة بأسرها فكانوا يشربون كلهم من لبنها وقسم نبي الله صالح عليه السلام البئر بينهم وبينه قال تعالى لها شرب ولكم شرب يوم معلوم أي كل له يوم معلوم يشرب وبدأت الناقة تمشي بينهم ويرونها وتأكل من المرعى ويشربون من لبنها فأرادوا قتلها وأرادوا أن يتخلصوا منها لكي يشربوا ماء البئر وحدهم فحذرهم من أن يصيبوها بسوء فينتقم الله عز وجل منهم لكنهم سعوا في ذلك سعيا حثيثا فقد ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى أن امرأتين من ثمود كانت إحداهما ذات حسب ومال وكانت تحت رجل من أسلم ففارقته فدعت ابن عم لها يقال له ابن سطع ابن مهرج ابن المحية وعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناق واسم الأخرى عنيزة بنت غنم ابن مجلز وتقنى أم عثمان وكانت عجوزا كافرة لها بنات من زوجها ذؤاب ابن عمر أحد الرؤساء فعرضت بناتها الأربع على قدار ابن سالف إن هو عقر الناقة فله أي بناتها شاء فانتدب هذان الشابان لعقر الناقة وسعوا في قومهم بذلك فاستجاب لهم سبعة آخرون فصاروا تسعة وهم المذكورون في قوله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون وسعوا في بقية القبيلة وحسنوا لهم عقرها فأجابوهم إلى ذلك وطوعوهم فانطلقوا يرصدون الناقة فلما صدرت من وردها كامعن لها مصدع فرمها بسهم فانتظم ساقها وجاء نساء القبيلة وقد حصرنا عن وجوهن يرغبنا الناس في قتل هذه الناقة والتخلص منها فقام قدار بن سالف فشد عليها بالسيف فكشف عن عرقوبها فخرت ساقطة إلى الأرض وقام الناس وابتدروها بسيوفهم فقتلوها قال الله عز وجل فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر فقال تعالى إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها أي حذروها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ثم قالوا متحدين لصالح عليه السلام فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فجمعوا في ذلك بين كفل بليغ من وجوه متعددة أنهم خالفوا أمر الله وأمر رسوله في ارتكاب النهي ثم تحدوا وكذبوا بعذاب الله تبارك وتعالى وعقروا الناقة واستعجلوا العذاب رغم أنه شرت عليهم وقال ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب ولكن الله عز وجل انتقم منه لكن لم عقروا الناقة قال لهم نبيهم صالح باقي لكم ثلاثة أيام على الهلاك والدمار والعذاب قال تعالى فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فحينما جاء أول يوم بعد عقر الناقة إذا بوجوههم قد صارت صفراء وفي اليوم الثاني إذا بوجوههم تحولت إلى حمراء وفي اليوم الثالث تحولت إلى سوداء فمضى الثلاثة أيام ثم جاء يوم العذاب والنكال والنقمة فأرسل الله عليهم صيحة قوية شديدة عظيمة من فوقهم ورجفة شديدة من أسفل منهم ففاضت الأرواح وزهقت النفوس وسكنت الحركات وخشعت الأصوات وحق عليهم قول الله جل وعلا فأصبحوا في ديارهم جاثمين أي جثثا هامدة لا أرواح فيها ولا حراك لها قالوا ولم يبق منهم أحد إلا جارية كانت مقعدة واسمها كلبة بنت السلقي وكانت شديدة الكفر والعداوة لصالح عليه السلام فلما رأت العذاب أطلقت رجله وجرت وسعت حتى أتت حيا من أحياء العرب فأخبرتهم بما حدث لقومها وما حل بهم وسمعوا منها القصة كاملة ثم طلبت ماء لتشرب فشربت ثم مات قال تعالى كأن لم يغنوا فيها أي كأن لم يقيموا فيها في سعة ورزق وغناء ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا أبعدا لثمود فلما ماتوا جميعا نظر إليهم صالح عليه السلام وهم موتى وجثث هامدة وقال فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلعتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين فتولى عنهم يعني أعرض وترك مكانهم ومضى وهو يقول لهم هذه المقالة يا قوم لقد أبلعتكم رسالة ربي جهدت في هدايتكم بكل ما أمكنني وحرصت على ذلك بقولي وفعلي ولكن أنتم لا تحبون من ينصحكم ولا تريدون اتباع الحق ثم تركهم نبي الله صالح جثثا هامدة وذهب إلى الحرم وظل فيه حتى توفي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة الفضلاء أرجو التكرم بالإجابة على هذه الأسئلة السؤال الأول أذكر دليلا على أن الله تبارك وتعالى قد فضل بين الأنبياء السؤال الثاني أذكر قصة سفينة نوح عليه السلام السؤال الثالث أذكر قصة ناقة صالح عليه السلام أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحب أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته